اسلام احنا عايزين سريعا نقول اسماء الصفقات وانطباعك عن الصفقات دي مين اللي ممكن ينور المسلم ده مع زبالك من واقع الاسماء تمام عبدالله الصعيد ناصر ماهر أحمد حمدي محمد عاطف محمد شحاتة مهاب ياسر زياد كمال سيف فاروق جعفر وياسر حمد وده فلسطيني وترافيس موتيبة وده او جاندي وكان فيه تردد ان فيه لعيب سوري اسم محمود الاسود انتو قلت ان هو مازال الموضوع ما جاش لغادي الوقت طيب انا عندي مثلا ناصر ماهر وعبدالله الصعيد وعندك شكبالة فناصر ماهر هل هيجي على ايه على دكة البودلاء ولا يعمل ايه بص من الواقع الان بتتكلم فيه ومنواقع الافكار بتتكلم عن جميز نفسه الناصر ماهر مش يكون لنفسه الدور بتاع عبدالله الصعيد لان الناصر ماهر للأسف مش من اللعيبة اللي بتطور نفسها بسرعة الناصر ماهر هو اللي طلع من الاهلي هو لسه موجود لحد الوقتي مفيش اي تطوير جديد بيحصل منه كم سنة ناصر ماهر ناصر اعتقد ده 16 سنة عنده مشكلة كبيرة جدا هو ناصر دايما كل ما الفريق بتاعه بيستحفص الكرة هو لعيب ممتاز جدا خاصة في التلت التاني من الملعب فيما بعد فيما عدا ذلك لأ ناصر سيء جدا حتى الواجبات الدفاعية اه الارتداد الدفاعي ناصر سيء جدا فيه يعني يعني الضغط بوعي سيء جدا فيه تمام فاعتقد ان ناصر مطلوب منه الفترة الجاية ان هو لازم يشتغل على نفسه في الواجبات دي مراحل التدرج بالكورة ومراحل البلدنج ومراحل الضغط لازم ناصر يتطور فيها بشكل كبير جدا مهابي ياسر وزياد كمال ماشي انا هتكلم لا انا هاخد اتنين مع بعض زياد كمال ومحمد شحاتا الزمالك في طاقة طريح حامل وفرجان اساسي ومام عشور بعد ان ما مشي الثلاثة دول الزمالك راح تعاقد مع الثلاثة العيبة في نص المرعب الثلاثة كنا نشوفها بعض جدا مفيش اختلاف في البروفايلز بتاعته روة ودونجا وعمر السيسي هم تلاثة يعني هم اكتر حاجة هم يعتبر بيطاعوا قرات اكتر يعني ميولهم الدفاعية اكتر انما ما عندهمش اي ميول في مرحلة البنى البنى الهجمة دول سيئين جدا فيها الثلاثة اه دونجا مش بياخد المسئولية من اللعبة اللي بتستخبه ما بيعرفش يقف بين الخطوط ويستلم ويخرج في فرقتهم الناحية التانية اه روة عنده مشكلة روة ان هو ممكن يقدر ممكن يخلق لنفسه المساحة ولكن مشكلة مشكلة روة في قراته الزمالك عود دول بمين بزياد ياسر ومحمد شحات زياد كمال ومحمد شحات زياد كمال من اللعبة احنا عندنا مشكلة في مصر ان الديفندرات لازم مفيش حد بيعرف يلعب ديفندر ستة الواحد وصريحة لازم يلعب دابل بيفت عشان تقدر تحميه في مواجهة التحولات بتاعت الفرق الخاص زياد كمال الفرق بينه وبين دونجا زياد كمال في ميزة كويسة جدا انه دايما قريب من لعب نص ملعب لجنبه يعني لو بيلعب باثنين تمانيتين فوقي زياد كمال مميز جدا انه بيبقى قريب من الاثنين التمانيتين عشان يقل المساحة بينه وبين لعب نص ملعب لجنبه في ميزة تانية عن دونجا انه هو مهم جدا في عملية البونة البونة الهجمة وبيقدر يتمركز بين الخطوط يعني لو فيه خط ضغط اولاني واللعاب اللي جنبه هو اللي خد مسؤولية البونة مع الاثنين سنتر باكات زياد بيقدر يتمركز بين الاثنين خط بونة التاني او بين خطين الضغط عشان يقدر يطلع فريطه محمد شحاتة بروفايل مهم جدا الزمالك افتقد وستنى اللي فاتت وهو البروفايل ده الزمالك افتقد البروفايل اللعيب نص ملعب خاصة بعض رحالي من معشور اللي بيقدر يتحرك في انصاف المساحات يعني المساحات الممرات الداخلية بيتحرك بشكل طولي حاجة تاني محمد شحاتة من اللعيبة الممتازة جدا اللي بيقدر يعمل سويتش مع الوينج والمهاجم يعني دايما لو المهاجم نيزل خد واجبات انه ينزل يساعد الفريق في حالة التدرج هتلاقي محمد شحاتة من اللعيبة اللي بتتحرك انا كنت مجاز ده بالصور بس الوقت طبعا